بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقة الثلاثين والأخيرة من هذه السلسلة سلسلة مرتقى الوصول إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونتحدث فيها عن الأحداث الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن وفاته عليه الصلاة والسلام وعذروني حقيقة أيها الأحبة في هذه الحلقة إن رأيتم بعض اتلعتم لأنني خاصة حينما أتحدث عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبني بعض الحزن وحق لنا أن نحزن لأن أعظم حدث وأعظم حزن يعني في الدنيا هو الحزن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الحديث ليكن عزاؤكم في مصابكم في مصابكم مصابكم به الموت معاشر الأحبة حق علينا جميعا مات الأنبياء مات المرسلون عليهم الصلاة والسلام مات العلماء مات الأشراف مات الملوك وكل حي سيموت إلا الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى وسيموت الملائكة وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون لم يقل له إنك ستموت وإنما قال له إنك ميت أي اعدد نفسك من الأموات وقد نزلت عليه هذه الآية وقد بقي سنوات على موته ومع ذلك الله تعالى يهيئه ويقول له هذه الحقيقة هذه الحقيقة التي نبغي أن نجعلها دائما نصب أعيننا أننا لا شك سيأتي دورنا لمغادرة هذه الدنيا ولو دامت هذه الدنيا لأحد لدامت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سبقتها بعض الإرهاصات وبعض العلامات التي تدل على أن أجله قد اقترب وكنا قد ذكرنا في الحصة الماضية نزول آخر آية كما عدها بعض العلماء وآخر صورة من القرآن الكريم أما آخر آية ضمن آيات كثيرة اعتبر العلماء من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكذلك صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان بين هذه الآية وبين هذه الصورة وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشهر كذلك من الأمور التي كانت تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة زيارته للبقيع البقيع المقبرة التي دفن فيها أصحابه رضوان الله عليهم وكذلك كان كثير الزيارة لشهداء أحد ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما كان رمضان الأخير يعني قبل وفاته فإنه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين يوما بينما كان في رمضان السابق في السنوات الماضية كان يعتكفه فقط عشرة أيام وكان يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام مرة في السنة في رمضان وفي هذه السنة الأخيرة دارس القرآن مع جبريل مرتين فهذا إذن بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مرة إلى المقبرة وزار البقيع واستغفر لأهل البقيع ودعا لهم ثم قال لأصحابه وَدِتُوا لَوْرَأَيْتُوا إِخْوَانِي وَدِتُوا لَوْرَأَيْتُوا إِخْوَانِي الصحابة يتعجبون ويقولون يا رسول الله أولسنا إخوانك يا رسول الله أولسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي بل أنتم أصحابي إخواني قوم سيأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني اللهم اجعلنا منهم إخواني قوم سيأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني أنتم آمنتم بي وقد رأيتموني ورأيتم جهادي ورأيتم يعني معجزاتي ورأيتم كثير من الأمور أما هؤلاء فإنهم سيؤمنون بي رغم أنهم لم يرون فاللهما اجعلنا من إخوان حبيبنا صلى الله عليه وسلم وممن يشفع لهم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى ثم إنه بدأ به المرض منذ آخر ليلة من صفر شهر صفر الذي سيموت بعده بـ 12 يوما لأنه سيموت في 12 ربيع الأول فذكر أهل السيرة أنه تقل به المرض وشعر بصداع في الرأس في اليوم التاسع والعشرين من صفر يعني آخر يوم من صفر وهو يقول ورأساه وورد أن أمنا عائشة مرضت في نفس اليوم وأحست بصداع في رأسها وقالت ورأساه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه أي الصداع الذي أشعر به أكثر من الصداع الذي تشعرين به ومع ذلك النبي صعصا مريض وزوجته مريضة ومع ذلك يداعبها مداعبة الزوج لزوجتي وفي هذه المداعبة استنبطنا حكما شرعيا قال لها ليس عليك من بأس إن ميت قبلي سأغسلك وسأكفنك واستفاد منه علماء جواز تغسيل الرجل لزوجته وزواج تغسيل المرأة لزوجها كما فعلت أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرضه أحد عشر يوما ولما ثقل به المرض ناب عنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثلاثة أيام ثقل المرض بالحبيب صلى الله عليه وسلم فاستأذن زوجاته أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة لأنه تقل به المرض ولم يستطيع أن ينتقل من بيت إلى بيت لأنه لما كان صحيحا كان يبيت كل ليلة عند واحدة من زوجاته عليه الصلاة والسلام فأذن له أي أذنت أمهات المؤمنين شفقة ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان واحد في بيت أمنا عائشة ولما يعني بقي لوفاته خمسة أيام اتقدت حرارة جسمه يعني زادت حرارة جسمه فأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤتى بماء من آبار المدينة يعني من كل بئر يعني دلوا فجمعوا هذا الماء وصبوه على النبي صلى الله عليه وسلم فلما صبوا عليه هذا الماء البارد انطفأت حرارة جسده فأشعر بنوع من الخفة فخرج إلى المشجد خرج وهو يتكئ على أحد الصحابة حتى وقف على المنبر وخطب آخر خطبته عليه الصلاة والسلام وأعتقى وتصدق ثم عرض نفسه على القصاص عرض نفسه على القصاص قال من ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقن منه ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه بمعنى أنه أراد أن لا يخرج من هذه الدنيا وعليه درهم واحد أراد أن لا يخرج من هذه الدنيا وعليه مظلمة لأحد هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يظلم أحدا ولم يعتدي على أحد ولم يأكل مال أحد ومع ذلك يخاف على نفسه أن يلقى الله تعالى وقد ظلم أحد أن يلقى الله تعالى وعليه درهم لأحد يشفق على نفسه فمن باب أولى أن نشفق نحسو نحن على أنفسنا ولما كان يوم الخميس الذي قبل وفاته لم يستطع أن يخرج إلى الناس في صلاة المغرب فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس قال أمر أبا بكر فليصلي بالناس فصلى أبا بكر بالناس المغرب يعني بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة المغرب صلى أبا بكر رضي الله عنه العشاء آخر صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم هي المغرب وذكروا أنه صلىها بالطور والمرسلات رغم أنه مريض صلى الله عليه وسلم وما عليك أنظروا يعني صلاة رسول الله إذا قارننا صلاتنا نحن بصلاة رسول الله وصلاة الصحابة نجد أننا نسرع في صلاتنا وكانت أول صلاة صلى أبو بكر العشاء من يوم الخميس ثم صلى بهم خمس صلوات يوم الجمعة وخمس صلوات يوم السبت وخمس صلوات يوم الأحد والصبح من يوم الإثنين فكان مجموعة الصلوات التي صلى أبو بكر رضي الله عنه نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلاة سبع عشرة صلاة صلى الله أبو بكر وفي هذا إعلام وإذان للمسلمين أن الذي يستحق الإمامة والخلافة بعده هو أبو بكر الصديق ولذلك لما وقع الخلاف في أمر الخلافة من سيخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجحوه بهذا قالوا رسول الله ارتضى أبو بكر لديننا فكيف لا نرتضيه لدنيانا وهكذا كان هذا هو المرجح أن جعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم